السلام عليكم اصدقائي كيف حالكم متابعين على قناة مستر كريبتو مشروع حق جديد لعملة تيرا لون كلاسيك هل ممكن يوصل لهذا الحرق ويوصلها لسعر 1 سنت ولا لا بهذا الفيديو اصدقائي راح تتكلم عن هذا المشروع وراح تتكلم عن اخر اخبار ونموذج مهم جدا على عملة تيرا لون كلاسيك افهم باش فيديو بتمنى تطلق على زر اللايك و تشكب قناة فعز الجرس حتي وصلك كل جديد في عام ومترقمي و لا تنسى انضم لقاتنا على تليجرام والرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بنار القناة خليكم مع ان هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو اول اصدقائي خليني ابدأ بالاقتراحات عندي اقتراحين الاول تم رفضه لهو اقتراح اعاد يو استي كلاسيك الى الواحد دولار تم رفض هذا القرار بنسبة 89% تقريبا لهيك هذا القرار لا يمر ولا يتم تفعيله بتم اليو استي كلاسيك على سعره الحالي لهو بسعر نصف سنت طبعا ممكن في اقتراح التعليم بعد ايام وهو انشاء الدولار اغطروني ليتم ربطه بعملة تيرا لونا كلاسيك ولكن هذا الدولار غير عملة يمكن يحمي نفس الاسم ولكن غير العملة الحالية يتم انشاء بصار الواحد دولار من ج neglectediantic لن يدمرو على عملة nails classic الجديدة هذا القرار تم رفضه بشكل نهاي من مجتمع تيرا لونا كلاسيك ممكن يتم إنشاء عملة جديدة ورفعها إلى سعر الواحد دولار وعني خبر تاني عن تمرير اقتراح ونفاق حوض السيول التيرا لونا كلاسيك بتطوير الشبكة وتعزيز وتسريع تخفيض المعروض لتداول لعملة التيرا لونا كلاسيك واليو اس تي كلاسيك يعني رح يتم تخفيض بشكل سريع عدد القطع التخفيض وليس حرق في فرق بين التخفيض وفرق بين الحرق الحرق هو يتم إطلاف القطع التخفيض هو يتم جمع القطع يعني كل ألف قطع تنجمع في قطعة واحدة لما يتم تخفيض عدد القطع إذا أنت معك ألف قطع ستحول قطعة واحدة بسعر مثلا إذا أنت معك خلينا نقول مليون قطع بسعر 100 دولار تمام سيتم جعل المليون قطع بسعر 100 دولار ستتم 100 قطع بسعر 100 دولار وتوصل عملة التيرا لونا كلاسيك لسعر الواحد دولار تمام هاي هو هدف تخفيض العرض للتداول وليس حرق التداول أو حرق المعروض من التداول سيتم تخفيض ودمج القطع يعني كل ألف قطعة كل ألفين قطعة بتساوي قطعة حسب تمرير اللي راح يصير حسب الاتفاق اللي راح يصير بعد تمرير الاقتراح حاليا أصدقاء الماركت كاب لعملة تيرا لونا كلاسيك هو 500 مليون قطعة إذا لم يتم تخفيض الماركت كاب أو المعروض للتداول إذا لم تنزل عدد قطع عملة تيرا لونا كلاسيك أسفل الترليون فمنحتاج تقريبا 500 مليار دولار حتى توصل السعر عملة تيرا لونا كلاسيك إلى الواحد سنت شبه مستحيل أن نوصل لهذا الماركت كاب لكبير يعني نتجاوز ماركت كاب لإثريوم أو ماركت كاب لعملات بالتوب عشرة هذا الشيء مستحيل في الوقت الحالي خاصة عند البيتكوين بالسعر مخفض جدا جدا ممكن عملة تيرا لونا كلاسيك تحذف أحد الأصفار في حال كان في عندي مزيد من الحرق تم تخفيض المعروض للتداول وقتفع البيتكوين إلى مناطق الـ 40 و 50 ألف فممكن يشوف عملة تيرا لونا كلاسيك تحذف أحد الأصفار وقعنا صفرين بس للواحد سنت أما وصوله إلى الواحد دولار أو الواحد سنت بدون تخفيض فمحتاج ماركت كاب كبير وهذا الشيء شبه مستحيل بالوقت الحالي وغير هيك لسا عندي واحد ترليون قطعة غير معروضة للتداول والمكس بلاي لا يزال مفتوح يعني ممكن يتم سك المزيد من قطعة عملة تيرا لونا كلاسيك شو بالنسبة لتحليل عملة تيرا لونا كلاسيك أصدقائي حاليا عندنا مشي داخل مثلث وقريبين جدا من كسر المثلث في حال إغلاق شمعية أربع ساعات أعلى المناطق الحالية اللي هي 0.4088 فممكن ننفجر بنسبة 34% ونستهدف 0.3011.5 بهاي المناطق الزقائي سقط شرط ممتازة بما أنه المرة السابقة اللي دخلنا بهاي العملة كنا بهاي المناطق رسلنا تريند هابط وتكلمنا عن ارتفاع وفعلا صار ارتفاع والتيكو العملة ما رح تتجاوز هاي مناطق وبرجع بحدد وبذكر نموذج اللي صار عندي نفس النموذج اللي صار بالسابق واللي فجر عملة تيرا لونا كلاسيك بهاي المناطق نفس التريند الهابط أول إقفال شمعة أربع ساعات أدى لانفجار العملة وحاليا نحن كمان عند التريند هابط شبيه بتريند الهابط السابق أي إقفال أعلى هاي المنطقة رح ننفجر وتوجه لمناطق 0.5011.5 لهيك عندي ارتفاع نسبة 34% ممكن نستغل لهاي الارتفاع لكن ما بتوقع نبتعد عن هاي المناطق ونرجع نصحح مرة تانية لكن أبل دخول صفقة الشورت بهاي المناطق لازم نتأكد من شمعة الأربع ساعات هل شمعة عكس اتجاه وننزل مرة تانية أم ممكن نقفل أعلى المقاومة ونتجه مرة تانية للصفر 0.3014 شو بالنسبة للوصول إلى منطقة الواحد سنت مصول منطقة الواحد سنت يعني مهداج الماركت كاب أكثر من 500 مليار دولار وهذا الشي مستحيل لعملة تيرا لوناء كلاسيك لكن دمج القطع أو تقليل المعروض للتداول وتخفيضها هذا الشي ممكن نوصل سعر عملة تيرا لوناء كلاسيك للواحد دولار لكن بدون أي فائد تذكر يعني إذا أنا معي مليار قطعة رح يصيروا مليون أو مئة ألف قطعة بنفس السعر رح يتم تقليص عدد القطعة إذا بتذكروا عملة صن عملة صن كانت بسعر 30 دولار فجأة تم طرح عدد قطع وتم سك المزيد من القطع لكن في شغلة معينة مش من نفس عملة تيرا لوناء كلاسيك عملة تيرا لوناء كلاسيك انخفض سعره للمئة دولار والأشخاص اللي يملكوا مليون دولار صار معهم دولار واحد عملة صن لأ نزل سعره للسنتات واللي معه ألف دولار ضل معه ألف دولار لأن يزاد عدد القطع اللي معه اللي كان بملك قطعتين أو ثلاتة صار بملك 30 ألف أو 40 ألف قطعة هايك رح حصير بعملة تيرا لوناء كلاسيك اللي بملك مليار قطعة رح يملك 100 ألف قطعة اللي بملك مليون قطعة رح يملك ألف قطعة طبعا هاي أمثلة أصدقائي ما بطلع أرقام صحيحة أنا مجرد أمثلة فأنت إذا تمتلت مليون قطعة وتقول إذا العملة رح توصل الى 1 دولار أنا رح أربح مليون دولار فبقلك عزيزي كلامك خاطئ وممكن إذا انت بشتريت مليون قطعة بألف دولار طبعا حاليا رح تنزل سعره والقيمته أو عفوا رح تنزل عدد قطعك وتضل القيمة وحدة يعني رح تضل معك 1000 دولار لكن بدأ ما تملك مليون قطعة رح تملك 1000 قطعة أصلا قائم كون وصلنا هاي فيديو وأتمنى الفيديو يكون لنا العجابك لا تنسى تشغل قناة فعز الجرس تضغل لايك حتى يصلك كل جديد في عام ونطرقني مع السلامة دمتم بخير اشتركوا في القناة